فاشل حقل المجهري كلمة لها وقع مخيفة على الزوجين يعني تقلق وخصوصا انه الست في بعض العقليات المصرية عند اعتقد ان الحقل المجهري زي انا داخلها جيب طفل فلما نقف قدام كلمة فاشل حقل المجهري منظور سياتك ليها ايه؟ هو طبعا فاشل حقل المجهري بيصدوم من انا شخصيا يعني بقى انا متقلم مع المريض وفي مربع بقعد يومين ثلاثة حزين عشانه وبنمشطه لله عشان الشوك لكن الواقع العمالي لابد فيه فشل لابد حتى لم يتصل البشري لأي حاجة 100% اما الحقل المجهري فلن يكون الا مرض الله انت عليك انك انت ديور بيست والبيع على الله لكن فيه نسب نجح ونسب فشل ونسب النجاح والفشل لها عوامل كتير قوي فلاود اي ست دخلة تتوقع الاول النجاح من الله سبحانه وتعالى وتكون جاهزة نفسها ده وفشلت هنحسن من انفسنا شواء في الهداء بعد كده علشان يحدث حان كلمة عوامل نجاح مرتبطة بيك او ايه عوامل نجاح عوامل نجاح دي اكتر من الف عامل دكتور ايمان وفيك عوامل كتير والناس ما بتاخدش منها بالها مني زي ما انت قلت دلوقتي ان حتى الاسنان ممكن تأثر عليها وانا معرفش يعني السنة عندها مشاكل في السنان وانا معرفش كالدكتور ايمانش بتاع اسنان ونقعد نعمل ونبدع ويمكن دي ايه تكون سبب اه اه فناخد كده اه بعض الاسباب السريعة المفروض ناخد بالها مننا وانت ذكرت اه خصوبة الراجل بتقيل خصوبة الراجل قلت اوه في السنوات الاخيرة وعالهامش كده انا بقول في خلال عشرين سنة او من عشرين لخمسين سنة معظم الناس لن تنجق بلا بالاخصاب المجهاري حط دي على الجنب دي عايزة موضعي كتير اقوى لكن الزوج اول عامل منتشر عندي الزوج التدخين التدخين ده بينتج تقريبا الميتابولايتس اللي بتنتج عن التدخين حوالي اربع تلاث مادة سمة المادة السمة دي تدخل الحيوان المانوي فراسه بتخش في السايتوبلازم بتأصل على الميتوكندريا والدين ايه؟ انا عندي حاجتين مهمين اوه في الحيوان المانوي والبيضة الدين ايه اللي هي المادة الوراثية والميتوكندريا اللي هي المفاعل النوى الخالية الميتوكندريا فيها مادة وراثية في 2% من الجينات بتاعتنا بلنستمدها من الميتوكندريا اللي جا من الام مش جا من الاب ولذلك اقولك الولد طلع المين؟ لخالوا ليه انطرح فعلا ان احنا بناخد 2-5% من جيناتنا من الام وبالتالي التدخين لابد انها توقف عنه دي اكتر حاجة شعة الحاجة التانية التخذية انت بتاكل ايه؟ رجل السيد تبقى في المشتركين في الدين اي حاجة تخش الجسم او تلمس الجسم او يخش عن طريق النفس ما كانتش الزحية هتجيب اثر عكسي على الاشياء او الخلايا اللي هي بتنقاسم بسرعة في الجسم ومن اهمها جاز التانسل عند الرجل وعند السيدة وبعد جيها تخش بقى في جي اي تي بتتأثر بسرعة وكذا فهذا سبب انت قلتلي دلوقتي ان الاشعاع والموجات الكهروماغناطسية الموجات الكهروماغناطسية دي زادت حوالينا قوي يعني احنا عادين دلوقتي بنتخبط خبطات بالموجات الكهروماغناطسية من كل اتجاه بتأثر على جسم كله لكن بتأثر اكتر على غدة نخمية واللي هي بتأثر على انتاج الحيوان وانتاج البيضات وبالتالي ممكن تأثر كمان على الخسيتين حتى الناس اللي بيحطوا زي ما انت قلت قبل كده كمبيوتر واللابتوب او كده قريب من الخسيتين هيتعرض للتأثير اكتر وهكذا المرأة بنسبة اقل لكن موجودة الاورام اللي بتنتج عن هذه الموجات الكهروماغناطسية بيتمرتبطها كتير او بالغدة النخمية يبقى احنا برضو ارجع تاني كل شيء يأكله الانسان لابد تأكل اكل صحي اكل صحي مش متوفر بيها في المية مقدرش اقول انا باروح اكل حاجات عارف انها فاها موارد سامة انا مثلا المنجا انا بجيب منجا الشراء عشان اكلها وانا مهتم او بالتلوس البوليوشن الموجود في البيئة لان ده هو اللي هيقطع البشرية وليس تقوم بلا النوية بتاكل المنجاية المنجاية مقدرش اكلها شيء ومقدرش اقول والله هي دي اترشت بمواد مبيدات دارة ومبيدات في مبيدات ممنوعة وفي مبيدات درجة بتعمل تأثير على المجد وخصفتين عشان كده دلوقتي الاكل او او ما يدخل الجسم واكتر حاجة اثرت على الاخصاب عند الرجل وبذات الشباب والبنت يعني بتجيني بنت دلوقتي 23 سنة 25 سنة و23 سنة خلاصت بويضات لسه ما انجابتش طب ايه اللي حصل الطفل الشاب اللي لسه جاي واحد شنة سنة وجاء عشان يعمل عند فحصات علشان ما قابل الزواجة ليه ما عندهش حيوانات كل ده العامل الرئيسي طبعا فيه عامل تاني اللي هو التلوث التلوث البيئي والتلوث اللي بيدخل جسمين علشان كده لابد ان الرجل او المره يهتم ايه اللي بيأكله حتى المية المية في حد ذاتها مثل نبوات البلاستيك ديت في الحر بتتأثر بترتفع درجة الحرارة وبتبدأ جزيئات من البوليسيلين دي تخش في المية وتخش في الجسم وهي لا تفرز عن طريق الكلا ولا عن طريق الجي اي تي بتترصب في الجسم وديت اسوأ مادة هتأثر على البشاريها البلاستيك وهكذا لابد ان احنا نبص اوي احنا بناكل ايه؟ احنا بنا